تباينت أسواق الخليج حيث انخفض المؤشر الرئيس السعودي بنسبة بلغت 0.11% ليغلق عند 12463 نقطة وقفض مؤشر البحرين العام بنسبة بلغت 0.22% ليغلق عند 1929 نقطة وفي برصة عمان انخفض المؤشر العام بنسبة بلغت 0.71% ليغلق عند 2146 نقطة أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده تدعم كافة الجهود الدولية الهدفة لضمان أمن واستقرار المنطقة وذلك في منطقة الشرق الأوسط والعالم نوى فيصل بن فرحان إلى أن السعودية لديها سياسة تاريخية ترتكز على ضمان استقرار أسعار الطاقة وأنها مستمرة بالعمل مع الشركاء في أوبك بلاس لدعم كل الجهود الهدفة لاستقرار النفط السعودية ملتزمة بضمان استقرار السوق بتلك الكلمات أكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان موقف بلاده تجاه ضمان أمن الطاقة على المستوى العالمي وخلال مؤتمر ميونيخ للأمن أشار بن فرحان إلى أن المملكة ملتزمة بالعمل مع شركائها في أوبك بلاس لضمان استقرار سوق الطاقة مضيفا أن ذلك يتطلب مشاركة جميع الأعضاء وتأتي تلك التصريحات المطمئنة لسوق النفط في وقت شهدت الأسعار الأسبوع الماضي تفاوتا كبيرا حيث أنهى الخام الأمريكي مكاسب استمرت ثمانية أسابيع إذ طغى احتمال المعروض من النفط في الفترة القادمة على المخاوف من تعطل المحتمل للإمدادات من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية ووصل الخامان القياسيان مزيج برينت والخام الأمريكي إلى أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر 2014 في وسط الأسبوع الماضي وسجل خام برينت ارتفاعا طفيفا بنسبة 9 من 10% للأسبوع التاسع على التوالي من المكاسب بينما انخفض خام غرب تاكساس الوسيط بنسبة 1.7% على مدار أسبوع وأدت المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات نتيجة الحجل العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية إلى الحدر هذا الأسبوع